طيب من أخبار النادي الأهلي خلينا نروح لمقار جريدة الشروق ومرسلتنا العزيزة أيضا ماريم استميحة عشان نعرف إنها أما الأخبار في الصحف والمواقع طبعا وفيه كلام كتير برضو حلو إتقال عن لعيبة الأهلي نعرفه منها ماريم صباح الفل عليك طبعا وأنا وكريم نصبح عليك كل جماهير عشرة صبح وقبل برضو ما تقول لنا الأخبار أو حتى بعد زي ما تحبي بس عرفينا كان الحالة المرورية كانت أخبارها إيه تفضلي بصبح عليك يا نهواندا بصبح عليك يا كريم وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل صالة تحرير جريدة الشروق وقبل ما نبدأ زي نهواندا ما قلتي يمكن كان فيه النهاردة تعثر في الحركة المرورية بشكل كبير خاصة في منطقة الهرم لأن كان فيه حادث كمان في طريق الدائري المؤدي الوحاة ويعني بالقرب من ميدان الرماية فده تسبب في يعني عطل فيه جوانب كثيرة جدا من المناطق المحيطة وهنا أيضا بمناطق جامعة القاهرة والعجوزة والمهانسين الحقيقة أن فيه كتفات مرورية كبيرة جدا ولكن طبعا النهاردة بالنسبة لدرجة الحرارة يمكن النهاردة من أعلى الأيام أسبوعيا ارتفاعا في درجات الحرارة النهاردة يمكن حرارة هتوصل لـ 28 درجة مقوية ومن المقرر لها أن هي ترتفع كمان في الساعات المقبلة من هذا اليوم خلينا بقى ننتقل لعناولنا الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء والبداية من جريد الشروق مدرب المريخ مجموعاتنا معقدة في إفريقيا ولعب الأهل يمكنه اللعب في البريمير ليج طبعا أكد المدير الفني للمريخ السوداني لي كلارك أن فريقه سيواجه صعوبات كبيرة جدا من أجل المنافسة على التأهل للدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا خاصة أن بيوجد في المجموعة الخاصة به نادي الأهلي وكمان سانداونز وفريق الهلال وأكد كمان أن سانداونز لديه تاريخ رائع والنادي الأهلي هو بطل آخر نسختين من دوري أبطال إفريقيا وده بيصعب المهمة بشكل كبير جدا وأيضا معاه نادي الأهلي هو شايف أنه هو أفضل فريق في إفريقيا وكمان قال أنه فيه فريق محلي وهو فريق الإهلال وقال كمان أنه كان بيتمنى أنه يمكن لقاء الأهلي وسانداونز أنه هو يخلص بالتعادل علشان يقدروا أنهما يحققوا نتيجة إيجابية أمام الأهلي كمان اتكلم أن يعني لعب الأهلي هما لعبين كبار جدا وأنهما يقدروا يلعبوا في البريمير ليج وده هيسبب عدد كبير من التعصرات أمامهم في المرحلة المقبلة كمان اتكلم عن مستر بيتسو موسماني قال أنه هو يعني يمكن خبرة كبيرة جدا في المباريات الكبيرة وفي البطولات وده اللي قدر يحققوا مع النادي الأهلي منذ توليه المهمة يمكن من حوالي عام ونصف وقدر أنه هو يحقق مع النادي الأهلي بطولات كتيرة جدا خلال المرحلة الماضية وده يعني اللي بتطلبه أي مدير فني وشايف كمان أنه هو قادر يتعامل مع البطولات الكبيرة من اليوم السابع نجوم منشستر يسيطرون على قائمة أصحاب أعلى رواتب الدوري الإنجليزي دايما يعني زي ما احنا عارفين تقرير اليوم السابع بيرصد رواتب الدوري الإنجليزي وهو يعني الدوري الإنجليزي هو الأكثر مشاهدة في الدوريات الأوروبية الكبيرة ويمكن بيبقى فيه فضول من جمهور السحرة المستديرة أنه هم يعرفوا أجور يعني لعبي منشستر تحديدا لأن الحقيقة أنه إحنا معنا أربعة من منشستر يونيتد وواحد لاعب واحد فقط من منشستر سيتي هم الأعلى رواتب في الدوري الإنجليزي البداية طبعا مع كريستيانو ورونالدو في منشستر يونيتد يعني بيتقادة 510 ألف جنيه استرليني وكيفين دي بروين في منشستر سيتي بيتقادة 400 ألف جنيه استرليني ودافد دخية في منشستر يونيتد بيتقادة 375 ألف جنيه استرليني وسانشو في منشستر يونيتد بيتقادة 350 ألف جنيه استرليني وأخيرا رفيال فاران بيتقادة طبعا 340 ألف جنيه استرليني في منشستر يونيتد الحقيقة يعني أن تقرير اليوم السابع رصد كل هذه الأجور تزامنا مع مفاوضات نجمنا النجم المصري محمد صلاح في ليفر بول أنه هو يجدد عقده أو يعدل عقده مع ليفر بول خلال الفترة الحالية لأنه حاليا بيحصل على 200 ألف سترليني في الأسبوع وهو يعني فيه تقارير كتير صحفية إنجليزية أكدت أن محمد صلاح بيرغب فيه رفع هذا المبلغ إلى 450 ألف ومن موقع يلا كورا في رحلة 800 بومرا ميلنر يستبعد صلاح من تشكيله المثالي كشف طبعا جيمز ميلنر لاعب وسط ليفر بول عن تشكيله المثالي في زملائه السابقين والحاليين في الفريق طوال مسيرته اللامعة لكنها يعني كان فيها حاجة غريبة أنها شهدت غياب زميله الدولي المصري محمد صلاح رغم تقلقه اللافت وهو قدر كمان هو يحقق عدد من البطولات مؤخرا مع فريق ليفر بول ولكن تشكيل ميلنر كان خالي من محمد صلاح واختار ميلنر أربعة من زملائه الحاليين في تشكيله المثالي وكان مفاجئا حسب طبعا تقرير يلا كورا أنه استبعد محمد صلاح نجم ليفر بول الذي لعب دور أساسي في الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو في المواسم الأخيرة طبعا يعني هنقول اختيار ميلنر للتشكيل المثالي اللي هو بيشوفه يعني يمكن في حراسة المرمى كان وقع اختياره على أليسن بيكر وظهير أيمن أليكزاندر أرنولد وفي قلب الدفاع جوناثن ووجت وظهير الأيصر أشلي كول وثلاثي خط الوسط إختار طبعا ميلنر ديفيد سيلفا وستيفن جيررد وفرانك لامبرد وأخيرا من بوابة الأهرام دي لغت يعلق على مستقبله مع يوفنتس وإمكانية الفوز بالدوري الإيطالي علق الهولندي ماتياس دي لغت مدافع يوفنتس على مستقبله وإمكانية فوز السيدة العجوز بالدوري الإيطالي هذا الموسم وقال أعتقد أننا في مرحلة ما كنا متأخرين ب14 نقطة عن المتصدر لكن ارتفع التركيز وكان الهدف حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا وأضاف أصبحنا نشاهد المنافسين يسكتون مباراة طلو الأخرى وكمان نتكلم أيضا عن رحيل لوناردو في المرحلة الماضية وقال يعني يمكن كان الوقت متأخر للغاية ولم نتمكن من ضم لاعب مثل فلاهوميتش على الفور وقال كمان أنه هم خسروا رونالدو أكيد في نهاية الصيف وخسروا أيضا 30 هدف وكمان نتكلم عن مشواره وأكمل يمكن قال وضعي في المركات ولقد لحظت أن النادي يعني أنه بيحمل على عطقه المزيد من المسؤوليات بسبب تعرض كليني وبنوشي للإصابات غالبا ذلك هناك ضغط كبير على عطقي دي كانت كل العنوين الصحفية الصدرة صباح اليوم الثلاثاء من داخل مقار جريد الشروق بشكركم جدا الكلمة لكم مرة أخرى ونشكرك على التغطية الإخبارية وكمان فكرة تغطيتك للحلقة المرورية شكرا لك جدا يا ماريب